بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم سليمة إعلان لعموم المشاهدين والمتصفحين لصفحة نهاري بوان نت في الأنترنت أو في الفيسبوك أو في القناة إعلان أراه مهما في هذا الوقت نظرا لأن المدير المكلف بتسيير هذا الموقع وجد عملا يغني به نفسه فقد سرحناه إن شاء الله وعفيناه من مهام إدارة الموقع ولا يسعنا في هذه اللحظة إلا أن ندعو الله له بطول العمر والبركة في الحركة إلى أن يلقى الله تعالى وأن يجعل بركة عمله تعود بالأثر الطيب على نسله إلى يوم القيامة فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه فلم نرى خلال هذه المدة التي عاملنا سويا في خرجاتنا وفي الداخل وفي الخارج إلا ما يرضي الله لا نزكيه على الله نحسبه كذلك والله حسيبه بناء على هذا القرار المفاجئ الذي لم نكن ننتظره أو نتخيله ولكن كنا نتوقعه فالدعوة إلى الله لا ينبغي أبدا أن تعتمد على واحد أو على إثنين ففي الحقيقة الشباب كثر حينما تعدهم كثر لكن حينما تبحث عن من يقف معك في مجال الدعوة إلى الله في سبيل الله احنا ما عندناش يعني في الحقيقة موارد احنا ما رح نش ندير بيبليستيه ولا رح نندير في الأخر ولو حاول الكثير الكثير من الشركات التي زارتنا مرارا وتكرارا تريد أن تقوم هي بتأميم هذه المواقع وتشري الحقوق وتعطيك نصيب وافر في الشهر ولم يكون هناك حرام ولا احتشي حاجة احتى البيبليستي اللي كدير كديره في مواد يعني حقيقة الأخر لكنني كنت منذ البداية أقول إن الكلمة التي ألقيها هي ليست في ملكي وأرجو أن تكون لله تعالى فمن تلقفها أي مسلم في هذه الأرض وأراد أن ينشرها في سبيل الله فله الأجر والثواب وذلك الآن إن شاء الله تبارك وتعالى أنا أسأل وأرسل هذا النداء للشباب الشباب اللي عندهم حرقة وحدا وعندهم إخلاص وصدق مع الله ثانيا وعندهم إلمام بالتصوير وهذا العمل ديال الرفع ديالله خر فالإخوان أنا ما كنقولش أصحاب الضرب يضعوا أصحاب أمريكان ولا أصحاب يجي هنا لا يوجد مش يكونوا نكونوا قراب ونكونوا كده لأننا أسبقنا جت معنا مع شباب وأبدأوا الرغبة لكن حينما بدأنا ننزلوا ما اتفقنا عليه لم نجد أحدا فسمعنا ملاحظات كثيرة جيدة مهمة لكن عند التطبيق لا نجد إلا النزر اليسير بذلك أنا أرسل هذا النداء للشباب الله يجد يكون بخير لي يقدر يستمر معنا في هذا العمل يفعل ذلك لما أقدر شيء نحن سنتوقف أنا لن أتوقف عن الدروس سأظل أعطي الدروس في كل مكان لكن سنتوقف عن التسجيل وحتى نتوقف عن التسجيل أخبركم أن في اليوتيوب كانت تقريب 1200 شريط مبثوث وعندنا شيء 800 شريط آخر لحد الآن لم نرفعه هي قرابة 2000 هو مرفوع خصنا غير نطلقه شيء 800 شريط فيها تقريب 30 سلسلة أنا مني ندير الدروس ما كانتش كانت دير سلسلات عندي في المشروع أنت عايز سلسلات ما زال ما بديتش فيها وسلسلات كملتها وسلسلات أراني وحدة في النص وحدة في البداية وحدة في النهاية إذن عندي تقريبا إن شاء الله تعالى شيء 30 سلسلة سأنقرر نشرها ابتداء من الغد مرة واحدة يعني اغدام على الصباح ولا ستجدون 800 شريط جديد مرة واحدة في الموقع وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك يعني في ثلاثة إذن إن شاء الله تعالى خايفين عليها الضيع خايفين لاحظوا يستر بالسيد غادي يمشي ما غاديش بقي صور ربما لأنها غادي اندي الكاميرا واندي إن شاء الله البيسي واندي قاع المسائل دياله السيد غادي يكون عندي إن شاء الله تبارك وتعالى وإذا لي قبل ما يمشي سينهي مهمته أي كل ما سجله الأخ سنرفعه مرة واحدة وسيعطيني بإذن الله تبارك وتعالى كل المسائل اللي عنده ديال الدروس اللي ما زال ما تنشرش لأنك هنا دروس أخرى سلسلات خاصة السلسلة تعمريكا ما عندهش الوقت باش نعدلوها إن شاء الله تبارك وتعالى ونشرها فكل ذلك سينتقل إلي بإذن الله تبارك وتعالى الآن نداء الإخوان لمن يستطيع أن يفعل ذلك نحن سنواصل هذه الدروس ولن نتوقف عن تأدية واجب الدعوة حتى نلقى الله لكن قضية التصوير نحتاج إلى الإخوان الذين يحملون معنا هذا الحمل الثقيل والله من وراء القصد ونسأل إخواننا الدعاء بالتوفيق والسداد والإخلاص والتحديات كثيرة وليس المجال لذكرها كلها خاصة المجال الأنترنت فالمسائل يعني في الحقيقة كل مرة الموقع يهجم عليه كل مرة الموقع يدمر كل مرة يعني يخصنا ناس المخصصين في هذا الميدان ليحصنوا ولا أنا إليك من يتشوف أنت مثلا الموقع ديال الفوحش محصن ويدير لغا ويصيب موقع ديال الدعوة سبحان الله في بلاد المسلمين يعني دائما ضربة جغفة ما شاء الله يبقى يقول الإنسان ما شاء الله غريبة يعني يستغرب الإنسان كل مرة كيسم الموقع دخلوله لفيروس موقع ضمروه موقع كذا ولذلك نحن نستنجد إذا صحى التعبير من الشباب المتدين المبارك بإذن الله تبارك وتعالى للوقوف في هذا الثغر العظيم لأن المسلمين والدعاة الله خاصة متخلفون جدا في مسألة الإعلام والتواصل مع الناس فآثرنا نحن أن نستغل هذا حتى نصل إلى أكبر عدل من الناس ولقد رأينا ثمرة هذا العمل وأستطيع أن أقول لكم بغير تحفظ إن هذا العمل يصل إلى أبعد إلى أبعد مدى وإلى أكثر ما يمكن ويحقق من الآثار ما لا يحقق المسجد الذي كنت فيه هذا ملموس هذا هذا ملموس والدليل هو الرسائل التي تأتيني بالمئات والهواتف يعني الرنات نتعى الهاتف اليومية التي لا تنقطع من المغاربة في كل أسطاع العالم إذن هذا عنده تأثير فلا نريد أن يتوقف إن شاء الله بغنى اللي عونا جزاكم الله خيرا وصل الله على السلام غدا إن شاء الله ستجدون ثمانمائة شريط بإذن الله قد رفع مرة واحدة في سلسلات مختلفة ستجدون عنوينها بإذن الله وصل الله على حبيبنا محمد